يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وكانت الإمارات قد طلبت من مجلس الأمن الدولية تصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة ويتطلب تبني القرار موافقة ما لا يقل عن تسعة أصوات وعدم استخدام الدول الخمس دائمة العضوية حق النقد فيتو شكرا